أهلا بكم في الحلقة الماضية بدأنا الحديث عن الكعبة وعلاقتها بالإلهة الأم إلهة الخصب والجمال الإلهة كعبو العضراء ذات الصدر الكبير كما تستذكرون عبارة كواعبة أطرابة هذه الإلهة كانت تعبد في البطراء وإليوسا وهي والدة الإله دوشارة كبير آلهة الأنباط وقد أشار إليها كما قلنا الأسقف أبيفانيوس السلاميسي في كتابه بانريون عند حديثه عن هرطقة القل الريديانية التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية فوصف هذه الإلهة كعبو بالصدر الكبير ليس بالمفهوم الجنسي كما يمكن أن يتبادر إلى الدهن وإنما بمفهوم الأمومة والعطاء دون مقابل فالأم تقدم تديها لرديعها بحنان وعطف دون الاكتيرات بالألام التي قد تسببه خروج أسنان الرديع أو سهرها ليلا من أجل رضاعته وهذا المعنى يسوقه القرآن في أبهى حل أدبية بليغة في صورة البلد حيث قال وهديناه النجدين والنجدين معناها التذيين وليس الخير والشر كما يعتقد لأن الهداية تكون للخير فقط وليس للشر وبالتالي فالنجدين يقصد بهما التذيين لأن كلمة نجد تعني مرتفع وسوف نقدم لكم دراسة أعمق للباحث الأمريكية السيدة روبين كوهن وأصل كلمة شضاي في التوراة والتي أبدلت بكلمة يهوى كما يتضح من صفر الخروج الإصحاح السادس العدد الثلاثة وعلاقتها بالإله الأم دات التذيين البارزين في صفر التكوين الإصحاح تسعة وأربعين خمسة وعشرين فكلمة شادو الأكادية تعني التذيين وتطورت هذه الكلمة من معنى آخر هو مرتفع أو تل أو جبل وهذا يوافق تماما النص القرآني في صورة البلد النجدين وبما أن حديث عن العينين واللسان والشفتين وكل هذه الأعضاء تمكن الإنسان في بدايته الأولى من الاهتداء إلى حلمة تدي أمه كباقي صغار التدييات فالآيات العشر لصورة البلد جاءت كما قلنا بحل أدبية رائعة ما عدا الآيات الخامسة والسادسة والسابعة فيها شيء من النشاز حيث بدأت الصورة بالقسم بزيادة الألف لا أقسم بهذا البلد ويحدد هذا البلد بالمكان الذي يوجد به المخاطب وأنت حل بهذا البلد ثم يتابع القسم بالوالد وما ولد إذن هنا إشارة لولادة الإنسان والمقصود بها الوالدين وخاصة الأم فيصف خلق الإنسان المولود في كبد بمعنى في مشقة كما جاء في صورة الأحقاف لآية 15 حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وبهذه الولادة العسيرة يذكره النص القرآني بما أعطاه الله من نعمة كخلق العينين واللسان والشفتين فهديناه بها لتدي أمه فالمعنى متسلسل وسلس ومفهوم وواضح في قالب شعري جميل تأتي الآيات الثلاث في وسطها لتفسد جمالية النص فيتحول الحديث إلى تهديد ومشادة بالقول أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالاً لبدا لاحظوا تغيير القافية بالألف أيحسب أن لن يراه أحد تكرار نفس التعبير بتغيير طفيف مما يظهر أن صاحب المقطع من الأول الصورة إلى الآية الرابعة ثم من الآية الثامنة إلى العاشرة هو لنفس الكاتب والآية الخامسة حتى السابعة لكاتب آخر يحمل لهجة التهديد رغم أن الصورة من المفروض تنتمي لفترة المكية فترة المهادنة أو تكون لنفس الكاتب لكنها تنتمي لفترة أخرى الفترة المدنية فترة الحكم والسيطرة وهذا التغيير المفاجئ في أسلوب الخطاب لاحظه أستاذنا الكبير مندر يونس أستاذ اللسانيات في جامعة كورنيل الأمريكية وتحدث عنه في عدة محاضرات و لقاءات أكاديمية سوف نقدم لكم حلقة خاصة في هذا الموضوع في صورة البلد النص الأول سليم وسلس به بلاغة ملحوظة لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد و والد و ما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد ألم نجعل له عينين ولسانا و شفتين وهديناه النجدين إذن الخطاب هنا للعقلية التي تقدس الخصبة و النماء فتبدل عطاء الإلهة كالإلهة كعبو بالإله الأوحد الله الإله الأكبر من كل الآلهة فكلمة كعبو أسقط حرف الواو من آخر الكلمة كاسم مثلا عمرو فأصبحت فيما بعد عمر أو عمر وأضيفت التاء للدلالة على التأنيت كعبة زيادة في التأكيد لاحظوا كلمة شركاء في صورة الأنعام الآية 94 والضعفاء في إبراهيم 21 والشفعة في الروم 13 إلى آخره حرف الواو و قد تحدث كما قلنا الأسقف أبي فانوس عن هذه الإلهة التي تحولت عبادتها عند العرب لهرطق اسمها القوليريديانية و عن توقيت مواسم حج العرب لتقديسها و ذلك في شهر تشرين الثاني نوفمبر كما أشار الدكتور جواد علي في مفصله تاريخ العرب قبل الإسلام وهي إشارة لرحلة الشتاء من أجل الحج والتصوق و أشار المؤرخ بروكوبيوس لرحلة الصيف من أجل الحج في تموز و آب أي جولاي و أغسطس و هذا يتطابق مع ما جاء في صورة قريش بالنسبة لرحلتي الشتاء و الصيف القرآن قدم لنا كذلك أشهر الحرم و هي أربعة دو القعدة دو الحجة و محرم ثم رجب كما قيل عن صورة التوبة الآية 36 فمن المدهل أن الشهور الثلاثة الأولى دو القعدة تشرين الثاني دو الحجة كانون الأول محرم كانون الثاني و هذه توافق تماما فترة الشتاء بينما رجب تموز يوافق بداية فترة الصيف تماما كما أخبرنا الأسقف أبي فانوس و المؤرخ بروكوبيوس قد يقول قائل هذه الشهور ليست ثابتة فهي تتحول بالسمرار بين الفصول فرجب قد يأتي في الصيف أو الخريف أو الشتاء أو الربيع وهذا صحيح لكننا نتحدث عن الفترة التي سبقت الإسلام وبعد إزالة شهر النسيء شهر الذي كان يضاف بعد ثلاث سنين لتقويم وتعديل حساب التقويم القمري الذي يختلف عن حساب تقويم الشمسي بأكثر من عشرة أيام في السنة كما هو الحال في التقويم العبري الذي يعتمد هو الآخر على التقويم القمري مع زيادة شهر النسيء ففي الحلقة القادمة نقدم لكم معنى صورة قريش بحسب علم الفيلولوجيا نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة